الخبر الأول اللي عادنا عن عزة زعرور وأغنيتها الجديدة اللي هي بأنوان شوبيني أغنية مسلسل نفس الأخير صراحة الأغنية فعلا تستحق الانتظار رهيبة كتصوير وكمونتاج وبنفس الوقت الصوت عزة جدا خرافي بالمسمعها اللي الان أنصح يروح يسمعها لأن فعلا تستحق الدعم الصراحة وبالنسبة اللي سمعوها يكتبون تقييمهم إلها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عادنا عن نور مار وعن وصول قناته للخمس مليون متابع فألف مبروك على هذا الرقم وعقبال 10 مليون يا رب إنجاز رهيب فعلا قدر يحققها بوقت قصير كلش وكيد يستحق طبعا نور نزل على الحسابة بالانستجرام شوية ستوريات يشكر بها المتابعين ويعني يبارك عن نفسه فرح أطلكم هذه الستوريات شوفوها تقريبا من شهر يا جماعة من شهر دخلنا 4 مليون واليوم نحن 5 مليون جلاد وجلادة 5 مليون محب 5 مليون أخ واخت شكرا كتير لكم يا جماعة يعني الحمد لله ما عبروح تابع الفوض وأنا عبر حاول أساوي لكم بقدر المستطاع أحسن محتوى أكتر شي انتو بتحبوه لحتى ما أخصر شقاتكم يعني شكرا كتير لكم يا جماعة يعني جدد هاللحظة أنا كنت عبر ستنا من زمان نو وصلنا 5 مليون وإن شاء الله الأمام أقوى شكرا وبنفس الوقت أيضا نزل ستوري وقال بي إنه يوم الثواثة رح يكون أكو مقطع خلف الكواليس لأغنية الجديدة فيكيد متحمسي له وإن شاء الله يكون خرافي الخبر الثالث اللي عدنا عن أميرة وفضيحتها البيسان إسماعيل فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات تقول بيها أنه أميرة جاجزة تضحني بحيث أميرة كانت تطالع بنص الليل وملابسة حداء حافية وشوية تتمرقص بالشوارع رح أطلقوا ما هذه السوريات تشوفوها لك أنت واما رحنا فاضحتينا يا بنتي ببعلي ياه أنت واما رحنا فاضحتينا شو هي لبسة مماشو حافية بنص الشوارع ياه ياه أنا ما بعرفك أولا ما بعرفك بتعرفي يا خالط أميرة أنا ما بعرفك بتعرفي أنت ممتعرفي أنا أول حد بي فعب مثلا ياه بس بي الددح قبضي يقول أح ببعلي أنت وانت أحين الله أكبر ياه لك رجلها غزالي مصد الشارع ياه الخبر الرابع اللي عدنا عن أسو وعيد ميلادها ومبارحة فعليا نحتفلت بعيد ميلادها فنزلت أسو على سببها بالإنستغرام هذه الصورة اللي كانت كاتبة عليها شكرا لكل اللي عايدون يا حكمكم يا كلامكم كلش مهم بالنسبة لي ما نقدر نحتفل بعيد ميلادي لأن ماما ومريم بعيدين فمثل ما تعرفون أنه أمها ومريم مصابين بالكارونا وبنسبة للأسو فكل عام تبخير وإن شاء الله مليون سنة ولا تنسوني حبايب تعيدوها بالكومنتات الخبر الرابع السريع اللي عدنا الخبر الأول عن مريانا ونزلت على أحسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تعتذر بي من المتابعين على المقلب اللي سوته لأنه بسبب رسائلهم الحلوة فهي نتبت على هذا الشيء بالنسبة للخبر الثاني فهو عن نورستار اللي طلبت من المتابعين أنه يدعون الأمها فنشرت هذا الستوري واللي كان بي محادثة بينها وبين أمها وتطلب من المتابعين يدعون الأمها فالله يوفقها وإن شاء الله ماهو كل شيء وبس والله نحصل لنهاية المقطعات من المقطع جاوكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالخناة جاناكو فيدي زي مخاطر من ملكة الخصاص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة